بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين النهاردة بنعمة ربنا معانا القطعة التانية من المزمور الكبير اللي بيقول فيها بماذا يقوم الشاب بطريقه ويرد المرنم يقول بحفظه أقوالك من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصياك أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك مبارك أنت يا رب علمني حقوقك بشفتي أخبرت بكل أحكام فمك وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى في وصياك أتأمل وأتفهم في طرؤك بفرعدك ألهج ولا أنسى كلامك قال ماجدولاك يا محب البشر في القطعة دي قطعة جميلة جدا المرنم بيقول إزاي الشاب بطريقه يبقى حلو واحد عايز طريقه مظبوط ويمشي في السكة حلو ما يضلش وما يبعدش عن ربنا فهنا بيعبر عن إنسان عايز عيش مع ربنا في استقامة فبيقول بحفظه أقوالك لازم أقوال الله تبقى محفوظ يعني إيه بحفظه أقوالك يحفظها صم يعني ولا إيه فيرجع يقول من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصياك الحتة دي الحقيقة نقف عندها شوية لا تبعدني عن وصياك يعني هو ربنا يبعدك عن وصياه إزاي ربنا يبعدك عن الوصية بتاعته مش ربنا عايزنا نعمل الوصاية فإزاي هيبعدنا عن وصياه هنا عايز يعبر عن حاجة جميلة هو هيحفظ أقوال الله لكن رغم إنه هو بيحفظ أقوال الله لكن محتاج لله يديله نعمة ويديله قوة عشان ينفذ الوصية يعني مش إنه هو يعني أنا هحفظها أحفظها ونعمل يعمل زي بطرس الرسول لما قال المسيح نشك فيك الجميع أنا لأشك لا يا حبيبي أنت ممكن تشك ده النهار ده أو الليلة دي قبل أن يصيح اديك هتمكرني الليلة وفعلا بطرس أنكر في هذه الليلة زي ما المسيح قاله فإزا الموضوع مش موضوع إن أنا هحفظ وسيك فخلاص محدش مش أنا أنا أو أقع مش ممكن إن أنا إيه أقع لا يا حبيبي لكن في نعمة خاصة لما أنا عايز أحفظ وسيط الله ده شو عندي شو أحفظ وسيطه عايز أعيش في استقامة شو جواي عشان كده أقول من كل قلبي مش قلبي منقسم حبك كده وحبك كده لا أنا بكل قلبي عايز أعيش معك يا رب ساعة الناس أقول عايز أعيش في الطهارة عايز أعيش في القداسة قلبك شكله إيه هل أنت من كل قلبك؟ لو أنت فعلا قلبك من كل قلبك ربنا يحفظك ومش هيبعدك عن وصيات الله مش بيبعد حد عن وصياته يقول له لمشي لا بس نعمة ربنا تبعد عنك كده شوية بعيد عنك وبعد عننا كلنا فاللاقينا ضللنا سيقول كده في مزمور تاني يقول تأدابه يقول للملوك كده تأدابه لألا يغضب الرب فتضله عن طريق الحق يبقى الواحد يتضع أمام الله ويقول له يا ربي ما ليش غيرك ويمسك في ربنا عشان ربنا يحفظه ويخليه في وصيته يسلك بالتمام والكمال في وصيته مش شطارة مني أن أنا هحفظ وصية الرب عشان كده كل العمل اللي بعمله إذا كنت بخفي أقوال الله في قلبي عشان نفسي مخطأش إليه وإذا كان بعمل أي حاجة زي ما هنا بيقول فرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى أو في وصياك في وصياك أتأمل أو بتفهم في طرقك أو بلهج في فرق دك وبتكلم بكلامك ومنسهوش أبدا كل دي الإنسان بيعملها بس في النهاية خالص الأوة والنعمة من عند ربنا اللي هتحفظني في الطريق وهو هيمشيني في الطريق وهي الدين النعمة والدين البركة أن أنا أسلك مش بشطرتي فإذا يريد الآية دي نحفظها وتبقى قدام عينينا يقوله إيه من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصياك من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصياك تبعدني عن وصياك يبقى هنا انا ماسك في ربنا لان بيه كل حاجة محدش محدش يقول انا هبقى اديس بنفسي ولا بشطارتي مش ممكن هتقع لوحدك مش ممكن لوحدك هتضل انت محتاج لله من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصياك اخفي اقوالك في قلبي لكن في النهاية خالص هو الله اللي هيعلمني وهو اللي هيسندني ويكون بالنسبة للكل في الكل لإلهنا كل مجد وكرامة ملآن لأباد الأباد كلها أمين